السلام عليكم شباب و شباب اخباركم فيديو اليوم عن اعدادات الجرافيك الرسميات بلعبة بوبجي ستيم واشتأثيرها على الفريمات راح اشرح كل الخيار الوحده عشان ناخد فكرة افضل و اوضح عن الخيارات اللي تقدر مثلا تفعلها تحطها على مثلا متوسط او عالي والخيارات اللي ما في داعي انك تفعلها او الخيارات اللي لازم تطفيها خالص فهذا هو موضوع اليوم و خاصة هذو الخيارات لمعروفات جميع الالعاب فمهم انك تعرف كم تأثير هذا الخيار على الفريمات فتابعوا و ان شاء الله تستفيد لا تنسى لنا من لايك جزء الاول والتاني بتاع سلسلة ازاي كنت جيدة على بوبجي ستيم فاشياء مهم لازم تعرفها راح تلقاهم مفصف الفيديو بروابط راح احطها و خلينا نبدأ مباشرة اللغة انجليزي انا انصح فيها و سبق و ذا كرت بالفيديو المضى ليش روح تشاهد الفيديو هايلايت مهمتها انها انها تاخد لك لقطات مثلا انت قتلت واحد راح تسجل لك اياه وتحفظ لك اياه بالمكان اللي انت مختاره لكن اذا كنت ما يعني ما تنزل محتوى على اليوتيوب ولا يهمك هالشي فانصحك تطفيها لانه تاخد برضو شوي من الاداء و وحيانا بجوز سببك شوي تلاك وتقطيع اذا كان الكرت بتاعك مش قوي كتير اه ديس بلي مود الشي يعني اه طريقة العرض دائما فلسكرين ابدا ما عاصحك اه بالويندود او بالبوردلس او ما بارك ايش فلسكرين دائما راح تعطيك افضل اداء وفريمات اعلى يعني مش قصد فريمات اعلى لكن الفريمات راح تكون مستقرة اه الريزولوشن اه اه الريزولوشن الخاص بشاشتك دائما لكن اذا حطيته اقل فرح تعطيك اه فريمات شوي على وتقطيع ولا اكيد راح يقلو هالشي راح يقلل يعني الحمل على الكرت او المعالج فهالشي يرجع لك وفي محترفين يعني بصراحة يعني اداهم جدا ممتاز فتلاقيهم يختارون الدقة الاقل شوي من شاشة يشتهم يعني الف خمسين ب الف ستمية وثمانين لكن انا ما اهمني اشياء يعني انا دائم مش اسطورة اسطورة اللعبي محلو وجيد لكن مش اسطورة فشي ما اهمني كتير اه لوبي اف بي اس دائما خليها ستين ما فدع انك تخلي كرتك اربعة وعشرين ساعة على اقصى حد للعمل فبين كله بين كل جيم وقيم فاكيد انت راح تطلع للوبي واكيد راح ينزل اداء شوي يعني شوي اداء الكرت ينزل هو والمعارج فرح يريحونه شوي بردو الحرارة تنزل شوي فخليها ستين لكن اه انجيم fps ا اه انصح تخليها والشي متعلق بالافيسنغ فبع يعني واتيرنغ والتقطيع بالشاشة فراح يجيب بالكلام عليها واشترحلك ليش لكن انجيم уш بنوع غير محدود يعني الكرت راح يعطيك اعلى عدد الفريمات ممكن هو يقدر يعطيها للوبلوشه ينزل يعني هالشي رح يعطيك رح يخلي اللعبات تاخد الفريمات او تحصل الفريمات اللي الشاشة تدعمها مثلا شاشة 144 فريم فرح يكونون اعلى عدد الفريمات ممكن تحصلها بالجيم هي 144 لكن اذا حطيت او مخصص فانت تقدر تتحكم بالفريمات البدكية 300 ل30 فهم علي شلون لكن انا هم خليها الله ما تدب وبعد شوية رح اشرح لكم ليش سموذة فريم ريت طب فيها دايما لا تخرب عليها ولا تشغلها ابدا رح تخرب كل شي فريمات باللعبة وبوض الفريمات يعني خلاص انساها اعتبرها طافية مش موجودة وبس برايتنس الاضاءة هالشي يعود لك لك اذا حبيت انتبه المابات هالشي ابدا ما يأثر على الفريمات فتحكم اه بكل ماب على حدا او اذا بدك لكل المابات نفس الاضاءة انا احطي 85 اه نجي على الاشي اللي هام هم عددات فركزهم معي كتير منيح اه رندر دايما مية بالمية هو الاشي المطابق على شاشتك لكن اذا حاطته اقل من مية بالمية اقل من مية بالمية فرح يعطيك فريمات اكتر واذا عاليته اكتر فرح يعطيك فريمات اقل وهذا هو الشي ممكن ياخد مني فريمات تقريبا 35 اه 30 اه حسب الكرت ومعالج وحسب الشاشة اللي مشغلها على الكرت ومعالج لكن غالبا اذا حاطته على اي شي فتوقع انه رح ياخد من عندك خمسة وعشرين لحد الخمسة وثلاثين فريم فهاشي جدا اه مش حلو لك خاصة اذا كان كرتك ومعالجك مش قويات كتير ومعروفة البوبيستيم تاخد اه تاخد اداء اكتر بالمعالج عن الكرت اف بي بي كاميرا اف او بي هالشي يعني اه مثلا اه خليت الرقم على اي شي فمجال الرؤية رح يصين رح يصير عندك اوسع رح تشوف اه اه يمين يسار وفوق تحت اكتر اشياء اكتر لكن اذا خليت الرقم اقل فراح يصير مجال الرؤية شوي اصغر لكن هالشي ممكن ياخد منك تقريبا سبع فريمات لحد التسع فريمات عشرة هيك شي تقريبا فانا دائما بخليها على خمسة وتسعين بالوسط يعني لانه مجال رؤية كبير ولا انه صغير اه 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 نجي على بصراح هاي ما لها تأثير كبير على الفريمات التنعيم الحواف يعني تخلي حواف الاشياء نعمة عشان تشوف بشكل افضل هاي كانت مشكلة بالبوبجي قبل سنة لكن حلت على حاليا انا كنت دائما عندي اياها على هاي لكن حاليا حطتها على الفريلو وبصراحة اشوف يعني ما في اه اي داع انك تحطها على هاي او اولترا او مديوم لانك اذا حطيتها على مديوم ممكن تخرب لك يعني الرؤية فخليها على اه انا وين رايح خليها انت على الفريلو الشي راح يكون افضل اه رؤية اه مقبولة مجيدة يعني بصراحة ما اشوف يعني فرق الكبير بينه وبين الهاي اه تأثير على الفريمات خمسة فريمات اذا كانت على الالترا اذا على الفريلو يعني تاخد خمسة فريمات زيادة شوف انت بنفسك ما في لها تأثير كبير على الفريمات اه البوست بروسسينج او المعالجة اه داخل الغرف والابنية الاضواء وما اضواء اشارة دور اتماك شايف لكن تأثير على الفريمات جدا فضيع راح تاخد منك تقريبا اه من الخمسة وعشرين لحد ثلاثين فريم اذا كانت على الالترا وما اشوف الى اي فاعدة فدائما خليها على الفريلو يعني حتى ميديوم ولو وهاي او يعني خلاص فريلو ما في اي داع يعني ما تحتاجها بصراحة جوه الغرف والشدو او ظلال تأثير على الفريمات خمسة وعشرين لحد ثلاثين فريم راح تخسرهم اذا احطيتها على الالترا انصحك دائما تخليها بريلو ما احد يستخدم الضلال ايش بدي بيضلال لنا ما لاي داعي التكتشير تكتشير يعتمد على الفيرام بتاع كرت الشاشة عندك اذا كان الفيرام بتاع كرت الشاشة عندك اه اه يفضل ستة او اعلى لكن اربعة توقع مقبولة انك تقدر تحطها على الالترا لكن اذا ستة او اعلى حطها على الميديوم لانك ما راح تخسر فريمات كثير ممكن تخسر خمس فريمات إذا حطتها على ميديوم ممكن تخسر عشر فريمات إذا حطيتها على الألترا لحد الخمسة عشر فريم أحياناً ومثل ما أقول تلك شيء متعلق بقوة الكرت المعالج فميديوم ما أصحك تطلع أكثر بالميديوم ميديوم أكثر من كافي إذا أن تنتح بيعني شوية هيك يكون عندك شوية جرافيك حلو ننتقل للخيار البعدو الأفكت أو التأثيرات هذا الخيار يأثر يعني هو أسوأ خيار ممكن تفعله على الألترا رح يأخذ منك ما يقارب الأربعين فريم خمسة وثلاثين أربعين تهيك شيء تقريباً إيش فيدك على المسافة البعيدة مثلاً إذا واحد يضرب عليك وأنت يعني مثلاً سامع صوته بس ما عابت تعرف وينه بشكل أذاق فممكن أنه يعني التأثير سلاح الناري اللي تطلع من سبطانة السلاح ممكن تساعدك كثير لكن بصراحة أنا مخليها غري لو وأخدر يعني ألاحظها الشيء يعني أنا تقريباً خلص من سماعة واحد شخص يضرب عليه أكيد رح يكون يعني مش بكفر إلا ما أقدر أشوفه غير إذا كان على مسافة جداً بعيدة وحاط كاتم صوت فما رح تقدر تشوف شيء فدائماً خلي فيري لو لهنا شيء جداً سيء على الفريمات أربعين لحد الخمسة وثلاثين فريم يعني فريمات رهيبة ممكن تساعدك كثير بالقيمات خاصة إذا كان هناك فيه سموك واحد زاد دخانية وأنت جواتها خيار لفوليج ما بعرف إش شلو نقرها المهم اللغة الإنجليزية شوى ضعيفة هالشي متعلق بالسجار تأثيره على الفريمات ثلاثة فريمات خمسة فريمات كأقصى حد إذا أحطته على الألترا لكن رح يخرب عليك رؤية الأنمي على المسافة شوي بعيدة فخلي يعني فيري لو ما يعني ما أشوف أي داعي أنك تشوف الشجرة بكل تفاصيلها فيري لو أكتر من كاف يعني ما في داعي أنك تحطوا على من هيك المسافة العرض هالشي يعني يعطيك البيوت على المسافة البعيدة يخليك تشوفها مثل ما كم شايفين هنا دول الأبنية إذا تلاحظوا هون إذا خليها أنزلها رايخ تفون لكن الأنمي على المسافة البعيدة مثلا 400-500 متر إذا كان الأنمي ورا بيت أو راقب الأوبن أو ما بعرف إيش ممكن أنك ما تشوفه إذا والله أجبت أمامه أو ما بعرف إيش فخليها بري لو أنا أنصحك يعني عشان تشوف الأنمي بشكل أفضل وتأثيرها على الفريمات يعني مش هالكبير يعني شيء لا يذكر واحد فريم أو اثنين فريم إذا أحطته على الألترا نجع الخيار بعده والمفضل عندي بالبوب جي الشاربن أو الشحد هذا الخيار يعطيك صورة أوضح أنقى وأفضل وتشوف بشكل أفضل يعني بالجيم فأنا دائمًا عندي إياهم فعلة وتأثيرها على الفريمات ما لأي تأثير يكر ففعلة مرتاح عليها أنت يعني ما في داعي أنك تفكر بالفريمات إذا شغلتها ما راح تسوي لك شيء الخيار الفيسينج دائمًا ديسيبلد والسعر راح أرجع على النقطة التي ذكرتها بداية الفيديو عن الفريمات الغير محدودة أنك لازم دائمًا تخلي الفريمات غير محدودة يعني إذا تلاحظ حاليًا إذا أفعلها هون السيارة كانت مقطوعة بالنص لكن حالياً كاملة صارت لكن إذا أطف فيها راح تشوفيك يعني صار خط يعني السيارة كانت قطعت بالوسط ومهمة الفيسينج بصراحة يعني إنها تسوي التزامن بين قطع الجهاز كارت الشاشة وبين الشاشة نفسها والفريمات يعني راح تعطيك الفريمات اللي شاشتك تدعمها مثلاً إنت شاشتك 60 فريم فرح تعطيك 60 فريم على اللعبة كأقصى حد لكن برضو يعني أكيد أنت راح تخلص راح تخلص من هذا القطع هذا اللي يصير بالشاشة اللي مثل ماك شايفه بالسيارة بالتيرينج لكن هاشي راح يرأي سبب لك بطء بردد الفعل بما أنك فعلت الفيسينج فهالبطء هذا أنت أكيد ما بدك يا خاصة إذا كان بدك يعني أنت تكون ردد فعلك أسرع من ردد فعل للخصم فأنصحك تطفيها وعشان تتخلص من هذا التيرينج أنك تطفيها بهذا الخيار تطفيها وروح على إنجيم الفيس إنجيم الفيس وخليه ليمتد أنا جربته وحطيته على الديسبلي باسد وعلى يعني الكوستوم لكن هاشي سبب لي تيرينج وتقطيع فوقت اللي حطيته على الوليمتد فما وجهتني هالمشكلة أبداً يعني تخلصت منها طفيتها وحطيت الإنجيم الفيس غير محدود يعني موشن بلور طفيها دائماً معروفة بكل الإلعاب موشن بلور ما بعرف لحد الآن ليش حاطينا اللعبة أكيد راح تشوفون شايفش لون الغباش هذا هو مهمتها الغباش راح يعني تخيل أنت بدك تروح يمين ويسار وكان فيه أنمي هون على يسارك وأنت مفعل الموشن بلور فأكيد ما راح تشوفهم الغباش فطفيها دائماً الـ DirectX هذا شيء جداً مهم منك تعرفوه نصيحتي أنك تخلي عـ DirectX-11 هذا أفضل بين الثلاثة أفضل واحد أنه الـ DirectX Enhanced هذا كان يسبب مشاكل بالسموكات أنه وقت الشخص يزد تسموك فرح تقدر تشوفه من وراء السموك أنا صارت معي والله فرجعت عـ DirectX-11 ما بعرف إذا كان يسبب مشاكل بصراحة ما اختبرته أكثر من هيك لكن اللي يجى بعده هو DirectX-12 الأشهر بيناتهم لكن هذا الخيار سببي بصراحة جداً مشاكل كثير مشاكل تقطيع ولاق باللعبة أنا فكرت يعني السبب هو كان تحديث كرت الشاشة فكرت أنا هيك لكن طلع مشكلة من هذا الخيار فوقت الرجعت على DirectX-11 فنحلت كل المشاكل راح التقطيع وراح اللاق وراح كل شيء فهذه هم الخيارات يا شباب وأهميتهم وتأثيرهم على الفريمات أتمنى أنك استفدت وإذا استفدت تحط لايك واشترك بالقناة وانتظروا الفيديو القادم إن شاء الله اللي راح تستفيدوا فيه احتمال يكون عن إعدادات الفيديا واحتمال إشي تاني فأنا عندي خطة وأشوف إشي اللي أفضل بالنسبة للترتيب اكتب تعليق حلو مثلك يا حلو وعطينا رأيك أو سؤال أنت يعني بدك تعرف أو إشي يعني أنت بك تعرف عنه أكثر كتبوك التعليقات جوا وهذا كان كل شيء يا شباب السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر فيها